السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير تكونوا في صحة جيدة انتم كتشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم في القناة لمن شاء الله سوف نصاب معكم فطيرة محشية شهر رمضان ان شاء الله بحجم عائلي او خبزة كتجي اكثر من رائعة خبزة عامرة مع واحد تحلية احتهية ان كنت تحضرها في رمضان ساهلة واقتصادية كتجي اكثر من رائعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفعل جرس ومعنى اشتركوا في القناة وعندما نتحدث لكم اشتركوا في طريقة التحضير بسم الله على بركتي الله نبدأ بها هي التحلية الحليب نعبر بهذا الكسل 150 ملل نعبر به 5 كسان الحليب 1 شرق 1 طب 1 سكر 3 ملل ثلاثة ملاعق 1 ثلاثة ملاعق سكر ساندة 1 ثلاثة ملاعق 3 ملل ثلاثة ملاعق كبار 2 ثلاثة ملاعق ونحرك مزيان مزيان ونشعل عليهم النار على نار اللي كتكون شوية مهيلة ونقام مع التحريك مع التحريك حتى كي اعقاد لي الخليطة ديالي ملي كيبلي على هات شكل هذا صفي ونضيف عليه ونضيف عليه واحد شاصية ديال سوكار فاني ونحركها مزيان ومن بعد غاد ينضيف واحد الياهورت يكون بنكهة ديال الفاني او ديال البانان نضيف عليه الياهورت ونحرك مزيان مزيان هاكا ونحركه تبرد غير واحد شوية صافي ونوضعها في الكؤوس ونضيفه تلاجي برده ونضيفه تلاجي برده كمينة ونضيفه في اليسار كمن كبير كمينة ونضيفه ونضيفه ووضعته على النار ونضيفه على محاكة مهينة ان تكون مع التحريك نبقى مع التحريك التحريك حتى نتحصل على واحد الخالط اللي كيعقاد ليه على النار اللي كتكون مطبعة الحال مهيلا كيولي عليها تشكل هذا صافي غادي نطفع ليه ومن بعد ما تحليه حتى هي راها بردت ليه في تلاجة ناخذ هذا كالخالط وديل البرتقال سوف يناخذ بالمعالقة ونوضع فيها كطبقة ثانية على هات الشكل هذا كيفما تشوفو نوضعها على الكوس يعني كاملين ومن بعد غادي نرجع مطلاجة باش يبردو ويتماسكو وده بغا نجي باش نصيبو الفطيرة دينا المحشية او الخبزة العامرة غادي ناخدو هنا يافئنا واحد كاس ونصدي الحلب اللي كيكون دافي غادي نضيف عليهم واحد البيضة كاملة غادي نضيف واحد معلقة كبيرة دي الخاميرة الفورية او خاميرة الخبز تكون 8 جرام كنخلطها كم زيان بواحد المعلقة او بواحد سباتول ومن بعد غادي نضيف لي واحد جل ملاعق كبار دي الزبدة كتكون مدوبة وكن نخلط اي حاجة كنضيفها كن هكا كنخلط من بعد غادي نضيف واحد معلقة صغيرة دي الملحة خل ابيض او هاد الخل هذا العادي ومن بعد غادي نضيف نضيف في الدقيق الابيض بالكاس يعني بالكاس يعني ما غاديش نضيفه الدقيق دفعة واحدة كنضيف الكاس اللول دائما مع كنخلطها كم زيان وكنضيف الكاس الثاني ونضيف الكاس الثالث انا احتاجت خمسة ديول الكيسان ديال الدقيق الابيض ما تضيف انتم دقيق غير بشوية بشوية هكا يمكن لكم تضيف واحدة اقل او اكتر غير بشوية المهم يمكن نخلط مزيان وانا نجمع في هاد الخليط هذا اقلاط فراحة كيفما كنت شوفو بان القاوم وداعا يعني متلوق كنقم نضيف ضيف قتل غير بشوية كيفما قدت لكم خمسة ديول الكيسين كنقم نضيف غير بشوية بشوية ونا تجمع فهد الخليط هذا سوف يكا نجمع في هاد الخليط نضيف الضغط نضيف الضغط نجمع الضغط نضيف الضغط نضيف الضغط نضيف الضغط نضيف الضغط عندما نصف ناحتي نضيف نضيف الضغط distinguished وضعها البسط نا نضيف الضغط نضيف توابيل نضيف نصف معلقة البزار نضيف نصف معلقة سكينجبير نضيف معلقة صغيرة تحميره نضيف يصف معلقة او فلفل احمر نضيف خلق معلقة صغيرة نضيف مزيد نضيف حتى يتشحر لتشحر سوف نضفع لهم معلقة كبيرة نضفع لهم ونضفع لهم سوف نضفع لها ونضفع لها تبرد تماما نضيف العجينة ثم نضيفها من الهواء سوف نضيف العجينة نضيف العجينة نقسمها لها من نصفين يكونوا متساويين نشكل الكرة سوف نطلق فيها على شكل دائري لحسب المول لا يمكن أن تقوم بعمل مستطيل أو مربع على حسب المول سوف نطلقها على السمك تكلوها كعلى المدلج نحن نقوم بها في مره نقوم بشوية زبدة نقوم بشوية نحن نقوم بشوية نقوم بشوية تضيف حشوة لبردات نضيف حشوة لبردات نحاول نوزعها مزيان نحاول نقادها وضعت الحشوة وقادتها نضيف فوق شوية الفروماج مبشور نضيفه من فوق نضعها جانبا وناخد الكرة تانية تاية بنفس الطريقة نتلقوها بالمدلك نتلقوها بنفس الطريقة ونفس الحجم وضع الفران من فوق الطبق الأولى نحاول نقذها جيدا نحاول نقذ الحشوة نقذ نقذ نقل نقذ نقذ نقا نقرص نقوم نقاذ ونقذ نقذ المنزل سوف نحاول ان نقادلها و نبسطها من الفوق لن نقادلها سوف نختمر 15 دقيقة من بعد ما اختمرت كما تشوفوا سكين او اي حاجة نقسم هذه الفاطرة و نقسمها على شكل متلات كما نقسمها من الى الطيب سهل لا نقسمها كما تشوفوا لا نقسمها حتى تبالح نقسمها و نقسمها و نقسمها و نقسمها لانه سوف يطيب في الفران و سوف ينفخ لانه سوف ينفخ نقسمها حليب و نخلط حليب و نقسمها و نقسمها الاخبز و نقسمها ثلاثة زنجلين ثلاثة المعدنوس ثلاثة الفران ثلاثة الخبزة العمراء نفس الشهر منا رائعة اتمنى تجربوها اكيد اذا جربتها اعجاب ونظروا لي معتمده عندكم نفس شهر رمضان الكريم او الاحتفلية يمكن لكم تحضرها كوجبة غدا او عشاء وعندي هنا احتا التحليه او بردات وتحضر بسكويت تتمنى الفيديو اشتركوا في القناة لا تنسوا اعجاب لايك تشجيع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم